اليوم سنحضر برياني الدجاج لشاهد القناة لأول مرة ما ينسى الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس لتكون جديد في البداية بقدر على النار عندي سمنة حطيت حبيبات من الشومر قليل مع كمون القرفة القرنفل بإضافة الحبات الهيل وورق الغار كان سخنت شوي السمنة ونزلتهم تطلع نكهة التدبيلة ممكن التدبيلة هاي بعد ما نخلص هاي ممكن نشيل الورق الغار الهيل عشان ما يطلع معانا بالرز حطيت بصل كمية وفيرة من البصل شايفين كمية البصل كتيرة بس عد تقليب نضل استمر فيه التقليب لحتى ما يدبل معايلك البصل ما بيصفي منه شي فعلى السبب ان نكتر كمية البصل وخاصة بالمطبخ الهندي بيستخدم بصل كتير في عندي دجاج مسحب يعني بدون عظم مكعبات يلي حب يكون صحي ممكن يستخدم السطور بس وشغلة اختيارية ممكن نقطع الدجاج بعظمه على ثمان قطع او على اربعة الدجاج هون راح اعتبله ورح ادخله الفرن ما راح اقليه ممكن فيه طرق ممكن نقليه كمان بيصير بس انا ما راح اقليه خفف من استخدام الزيوت عندي فليفلة حمرة الفليفلة حمرة هاي حرة شوي يلي بيحب يحط البابريكا الفليفلة الحمرة الحلوة هاي العقد الصفرة الكركم عندي ثوم مع زنجبيل مطحون دائما هذا موجود عندي بالبرات بحط عليه مع شوية زيت بيفضل وقت اطول يعني ممكن مدة طويلة اكثر من اسبوع طبعا محتفظ فيه بالبرات اذا ما كان الزنجبيل متوفر ممكن نحط زنجبيل بودرة بيمشي الحال رشة ملح شوية زيت مع الدجاج رح احط شوية من ملون الاحمر عشان ااخد لون احمر للدجاج رح اضيف شوية خل ملعقتين من الخل بحرك الملون بعدين بحرك مع الدجاج باستمر بتقليب البصل بلتنا هاي تبت للدجاج دخلت الفرن طبعا انا ناقع الرز بستخدم الرز بسمتي بفضل بنقعه مدة اكثر من ربع ساعة فيه معلومة للرز البسمتي خاصة كل ما نقعناه كل ما حصلنا على حبة تكون طويلة اثناء الطبخ هاي تحضير البرياني الدجاج الرز رح اسلقه بلت ارباع استواء دخلت الدجاج الفرن بعدها رح اضيف التوم مع الزنجبيل مرة تاني هون بحط التوم مع الزنجبيل شايفين الكمية اللي حطيناها كانت كمية كتيرة ممكن ننضيف فلفلة خضرة حارة اذا في حال انه حبينا نكون برياني يكون حار فيه ناس تفضل حار ممكن تحط فلفل اخضر مقطع ممكن نستغنع عن فلفل اخضر لانه اصلا رح حط فلفلة حمرة حارة هاي التوم مع الزنجبيل لما نضيف التوم مع الزنجبيل بطاطي ريحة كتير طيبة قطع طماطم قطع شرائح تقطيع البصل كمان شغال اختيارية ممكن نقطع مكعبات صغيرة والطماطم ممكن نضربه بالخلاط كمان بمشي الحال يلي يحب نكهة الطماطم ممكن نضيف طماطم مركزة تقريب الملعقتين عندي كوركم فلفلة حمرة لو كان فلفلة حارة ممكن نستبتلوه كمان لو ما بدكم اي حارة هاي كزبرة بودرة هندية فيها النوع كمان الكزبرة المستدخلة في طبخات العربية الحب هاي مطحونة ممكن هاي بمشي حالة كمان رح احط كاري بودرة الكاري هي عبارة عن تشكيلة من التوابل الزبادي او اللبن هاي القرم مصالة القرم مصالة هاي تركتر لا شوفكم خلطة القرم مصالة كمون كرنفل كمية كتير صغيرة عشان ما تطغي طعمة القرنفل عندي الشومر هذا هو الشومر مطحون حطيت بالبداية مع البصل حطيت حب هاي مطحونة رح اضيفه مع التدبيلة لفلف الأسود القرفة والهيل ممكن نخلطه من الخليب في مرتبان ممكن نستغلهم في وصفات كثيرة شايفين شكل الخليط البصل طفت التوابل اللي ذكرتها ورشة ملح طبعا فيه كان حال خليط سميك ممكن نضيف مي ممكن كمية كان ممكن نجاهزها مرة واحدة نحتفظ فيها بعد ما تطلب بالفريزر ممكن نستغلبي وصفات ثانية نزلت لها اللبن صارت التدبيل البرياني جاهزة شايفين الرز بنقه هلا رح صفي الرز وانا حاطت مي لسلق الرز رح اسلقه 3-4 استواء حطيت ملعقة زيت رشة ملح باضافة لحبيبات من التوابل ممكن نشيرهم بس يتنكه المي مجرد ما يبدأ المي بالغليان رح نزل الرز المصفة من المي يلي بيحب يحط ممكن عصرة ليمون مع المي هاي الدجاج رح نزله على بعد ما استواء رح نزله على البصل تدبيل البرياني متل ما ذكرت ممكن نقليه بس انا بفضل شوي بالفرون شايفين حبت الرز كيف صارت هلا رح اصفي الرز ورح نبدأ بطبيق البرياني طبعا عندي بصل محمر كذبرة دايما كذبرة تكون بقطعها بحطبت فيها بالفريزر عندي جزر مبشور عندي نعناع مقطع رح اغلطه مع بعضها طبعا اللي يحبت بحط زبيب الكشمش كمان بمش الحال و اي نوع مكسرات متوفر عندكم ممكن لوز ممكن كاجو ممكن سنوبر اي نوع مكسرات انا بالنسبة لي بالنسبة لزبيب ما بحب اضعه بالبرياني هو مفروض نحط معه بس انا نكهة الزبيب بحبه بالرز حطيت طبخ الخضار اللي ذكرتها نعملها على شكل طبقات طبقة متدبيط البرياني اللي مع الدجاج اللي حضرناها طبقة الرز رشة خضار متل ما ذكرت فيه ممكن نفضل فيه ناس تفضل لزبيب ممكن تحط لزبيب او اي نوع مكسرات معها طبعا انا الملون الاحمر والاصفر ضفت له ميت ورز حتى اذا ما كان عندكم ملون الاحمر ممكن تكتفه بيه حتى بالزعفران بيمشي الحال بالزعفران بضيف عليه شوية مي ورد بعد ما طبقته راح اغطي الرز طبعا راح اضيف الملونات وراح اغطيهم بحط الالوان كل شيء ما بخرطوا مع بعضهم بحط الاحمر الاصفر عشان يطلع معانا الرز ملون ما نخلطوه بعد ما نحط التدبيله عشان حبت الرز تاخد اللون اللي اجا عليها الاصفر والاحمر راح اغطيه بيه الامنيوم عشر دقيق على نار هادي جدا بس نتلمس القدر في حال كان سخن خلص منطفي عليه بيهل اتناهات اللي اللي يحب يحط سمنة كمان بيمش الحال رشة سمنة او حتى فيه اه فيه طرق ممكن للبرياني فيه ناس بتحب تفضل رشة الصنص طبعا لانه الناس شغلة اختيارية كمان نحنا بنعطيكم الطرق والنكهة اللي انتو بتفضلوه بيمش الحالة بتلمس القدر صار سخن خلص بطفيع ما تزود النار عليه شايفين بخار بترائحته كتير طيبة جربوها للوصفة وان شاء الله رح تنال اعجابكم هيك من وصفتنا لليوم برياني الدجاج وان شاء الله رح نعمله بنكهات من اللحم والروبيان والسمك والخضار بنكهات مختلفة طبعا طبعا تقدم مع سلطة الريتا الهندية طبعا انا ما عضفت لها نفس سلطة خياب لبن ممكن تكفي بالغرض مع البرياني الريتا الهندية نفس سلطة خياب لبن بس بيضفوا لها طماطم وكزبرة وفلفل اخضر شكرا للحسم التابعة ونهاركم سعيد والسلام عليكم شكرا شكرا اشتركوا في القناة نعم 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 عشف المترجم لأبد شكرا